هنتكلم ان شاء الله عن مضوع من اهم الحاجات اللي عندنا خدناها في سنة ثالثة وحنبدأ ناخدها بقى كتير جدا طول ما احنا ماشيين. احنا خدنا كلمة وخدنا كلمة انا عايزك تراجع على الكلام اللي هقوله تاني من الاول. يعني اعتبر نفسك كده ما سمعتش اي حاجة. وتعالى نتكلم على تاني من البداية. الاول احنا عايزين نعرف الملتبليكيشن ده في الاول خلص. لو انا قعدت اقول لي الحضرة طب مثلا يعني two plus two plus two plus two equal 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 كام? eight. طيب لو انا كتبت كده مثلا two plus 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 two equal كام? هم? جبتيها منين? هي قعدت تعمل plus وانا ماشي two two four تعالوا نمشي واحدة واحدة كده. four two كمان six eight ten twelve fourteen sixteen eighteen twenty twenty. يا مستر انت شخلقة الاخباط انت بتتكلم على وعمال بتعمل و أنا أريج أفاهمك حاجة مهمة جداً إنما بدل مكتب كل ده في طريقة مختصرة أنت شايف أن في حاجة عمالك تتكرر صح مين اللي بيتكرر تتكررت كم مرة كم مرة كم مرة كم مرة هنا في أول مسألة يبقى دي سمها 2 x 4 يعني 2 تكررت 4 مرات فتطلع الإجابة بكام بإيه طب بدل لما نقض نكتب كل ده إنت شايف إن 2 تكررت كم مرة 10 10 مرات صح يبقى كم أسهل لها في الكتابة تبقى 2 x 10 فتطلع بكام على طول فده معناه إن دايماً كان أصله إيه أصله إيه لا ما كانش معناها بقش كان أصله إيه كان أصله في الأول خالص كانت في حاجة اسمها اسمها إيه نقولها تاني كده اسمها إيه عاقيني يعني إيه كلمة ربيت ربيتد معناها تكرار اديشن يعني بلس يعني إنت بتقف تعمل بلس بتكررها بتكرر زي ما قولك ربيت افتر مي يعني إيه ربيت افتر مي كرر ورائي فلما قولك ربيتد اديشن معناها كرر عملية إيه البلس فلما نيجي نكرر عملية البلس هنلاقي إن إحنا شغالين جواه التابل يبقى التابل ده طلع عشان يوفر الوقت بدل ما تقول تعمل تو بلاس تو بلاس تو بلاس تو عشر مرات لأ قل لي تو بايتن حاجة كمان مهمة قوي هو أنت بتقول لي دلوقتي إن تو أنا فاهم إن ده معناه إن التو تكررك كم مرة عشر مرات طب تعالك كده نبص معايا ادي تو خلاص هنكررهم كم مرة عشر مرات ادي أول مرة المرة التانية التالتة الربعة الخمسة ثانية واحدة بس بقوا عشرة هنا خلاص كده تكرروا كم مرة عشر مرات التو تكررت عشر مرات فطلعت كم سركل هاو مني سركلز طب إيه رأيك إن أنا ممكن أعدهم بطريقة أسرع حد فاكرها في طريقة تانية انتو عملتوا ايه؟ عدتوا تعدوا كده 2468 صح؟ طب إيه رأيكو لو جينا عدينا بالرو الرو الكولم أيوة صح؟ الرو ده كله جواه كم؟ كم سركل؟ طب والرو اللي تحته تان بلاس تان كده أسرع؟ أه ولا أن أنا عاود أقول 2468 آه يبقى كل لما تشتغل على الرقم الأكبر كل لما توصل إيه؟ كل لما نوصل أسرع كل لما نشتغل على الرقم الأكبر كل لما نوصل أسرع بدل لما نقض نعد 2468 تان 12 بصوا خطوا التطويل إزاي؟ بس الأسرع هعد 10 وتان كمان يبقوا كام؟ 20 طيب أنا فاهم أن 2 x 10 هي هي بالزبط إيه؟ 10 10 x 2 فده يفهمني إن أنا وأنا بحل أي مسألة بباي ممكن أقراها بطريقتين فلما جا أقول لك فاهمني كده يعني إيه؟ 6 x 3 أنا فاهم إن دي معناها إيه؟ 10 x 3 برافو عليكي بصوا كده 6 اتكررت 3 مرات كم مرات؟ 3 مرات طب ما فيه طريقة تانية؟ 3 3 3 3 هي اللي اتكررت كم مرات؟ 6 مرات في الحالتين هتطلع إجابتين مختلفتين؟ ولا نفس الإجابة؟ نفس الإجابة نفس الإجابة ليه بقى؟ تعال نرسمها كده؟ عشان نعرف هو أنا لو حبيت أرسم 3 وعايز أكرر 3 دول كم مرات؟ 6 مرات هدي أول مرة ودي المرة التانية ودي المرة التالتة وبعد كده هنكررهم تاني هم لما فيكي تعد لو أنت بتعد كده الروه ده كام؟ 6 وده كمان؟ 6 وده كمان؟ كده 6 تكررت كم مرات؟ 6 مرات 6 مرات 6 مرات إدوني كام؟ 18 عشان 6 و 6 12 12 و 6 كام؟ 18 تعال نشوف كده لما كنا هنعد بالثري كنا هنعد بإزاي؟ 3 وثري 6 وثري 9 وثري 12 وثري 15 وثري 18 لا الأسرع إن أنا نعد بالثري فده معناه زي ما احنا اتفقنا كده 6 تكررها 3 مرات أو 3 تتكرر 6 مرات وفي الحالتين الإجابة هتبضل زي ما هي يبقى كل اللي احنا عمليم بنعمله ده اسمه ايه؟ مالتبليكيشن اسمه ايه؟ مالتبليكيشن يبقى يعني ايه كلمة مالتبليكيشن؟ تكرير تكرير لإيه؟ للبلس 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 عشان كده الكلمة دي مهمة قوي اسمها ايه؟ ريبيتد أديشن اسمها؟ ريبيتد أديشن يبقى يعنين كلمة مالتبليكيشن؟ ريبيتد أديشن افتكر على طول ايه حاجة في المالتبليكيشن ايه حاجة في ديبل تنسها افتكر انها ريبيتد أديشن بتكرر الحاجة اكتر من مرة لانما نلاقي حد نسي مثلا يعني 6 2 8 تصل على دквالisme أنا مش فياكر بصراحة يا مستنا مشفاكر 6 8 معناها إيه؟ يعملها ريبيتد أديشن كرر السيكس كم مرة؟ ثمان مرات أو أكرر الـ ست مرات أصعب؟ أهي أصعبة فيه حاجات بتبقى صعبة وتبقى أسهل بقى لما أحفظ كلما أحفظ الأرقام أكتر كلما الموضوع يبقى أسهل بالنسبة لي طيب طالما احنا اتكلمنا بقى على موضوع التابل هفكرك بشوية حاجات مهمة جدا الحاجات دي تساعدك ان انت تحل بصفة عامة ماشي؟ تعال نشوف نبدأ الأول من أول طيب الزيرو طيب الزيرو طيب الزيرو ده؟ يعني ما تكررش الحاجة خالص لما أقول لك دلوقتي طيب طيب زيرو طيب زيرو ازاي طيب أي حاجة تيجي تعملها طيب زيرو بتطلع بكامعة على طول زيرو يعني لو انت بتقول لي تعال نكتب كده طيب الزيرو ونشوف نعمل ايه فيه طيب الزيرو طيب الزيرو طيب الزيرو طيب الزيرو طيب الزيرو طيب الزيرو مش احنا قلنا يعني ايه باي وان؟ يعني اكررها كم مرة؟ مرة واحدة هي موجودة مرة واحدة بس يبقى لما أقول لك دلوقتي طيب الزيرو يعني الـ 5 تكررت مرة هي موجودة مرة واحدة تبقى بكامة طيب لو قلت لك طيب الزيرو طيب الزيرو 1 equal يعني ايه يعني ايه هو نفسه نفس الرقم بيطلع نفس الرقم دايما يبقى الاجابة اللي ورا دي هي هي الرقم الاساسي اللي انت بتعمله طيب الزيرو يبقى دي تاني جملة اللي في تابول كام؟ تعالوا نشوف تابول 2 أيوا اسمها ايه قروة؟ دابل فاجرين كلمة دابل؟ ايه دابل دي؟ نكرر الحاجة مرتين طيب مش فاهم هو انا لما اقول لك دلوقتي 3 times 2 هو ده معناه ايه؟ معناه معناه ان الـ 3 تكررت ايه؟ تعالوا نلعب اللعبة دي كده مع بعض انا هطلع 3 على صابعي طلع انت كمان 3 أدهم حطهم قدام بتوعي كده يطلعوا كامل؟ اه 3 بتوعي والـ 3 بتوع عكيبه كامل؟ اقرأ الجملة دي كده دي اسمها ايه؟ دابل 3 اسمها؟ دابل 3 يعني ايه بقى دابل 3؟ 3 تكررت مرتين ده في كام؟ 2 اي حاجة في تابل 2 تعمل لها دابل اي نمبر في تابل 2 تعمله دابل فهنا 3 times 2 معناه دابل 3 اد 3 مرتين تبقى بكام؟ 6 طب لو قلنا مثلا 10 times 2 طب لو قلنا مثلا 12 times 2 اه يعني ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ بنكرر الـ 12 كم مرة؟ يبقى انت معاك 12 و 12 كمان قدوهم 12 و 12 يدوني كام؟ 24 يبقى ايه الكلمة اللي هنستخدمها دايما في تابل 2؟ كلمة ايه؟ دابل طب تعالوا نشوف تابل 3 تابل 3 تابل 3 محتاج كلمة دابل محتاج كلمة دابل بس هنزود على الدابل حاجة يعني ايه؟ نركز فيه لما اقولك دلوقتي 5 times 3 فاهمني دي معناه ايه؟ 5 تقررت كم مرة؟ كلام جميل قوي. طيب هو اتكررت ثلاث مرات. مش ده معناها واحد على جنبه. اه هو يعني هنكرر الحاجة مرة ايه? طيب. انا دلوقتي بقول لحضرتك ان الكام مرة? لو انا خدت منهم اتنين من التلاتة دول مش انت بتقول لي دي معناها وفايف وفايف اتكررت ثلاث مرات اهو. اللي اتنين فايف دول يوشين فاقول عليهم كلمة دابل. مش دول كده دابل? وايه ده? فايف لوحدة. هي هتطلع ففتين صح. يبقى لو انت عايز تحسب اي حدف تيبل تري. هاتل وزود عليه النمبر نفسه. دابل الفايف بكامل? دابل الفايف. تن. مش احنا قلنا دابل الفايف معناها الفايف مرتين? دابل الفايف. تبقى? وزود عليها فايف كمان. ففتين. يبقى الاجابة هنا هتطلع ففتين. تاني تاني. مسألة كمان هي? لو قلت دلوقتي سيفن تايمز فري. انا هعمل ايه? هجيب ايه? هنجيب دابل السيفن الاول. يلا. دابل السيفن في دماغك. تطلع فورتين. هو يعني ايه دابل السيفن احنا قلنا? هنكرر السيفن مرتين. يعني سيفن و سيفن يبقوا فورتين. وزود على الفورتين سيفن كمان. تبقى كم? كمان كمان مسألة اكبر شوية. بصوا كده لدي. بصوا لدي. ها? هجيب دابل التوينتي وون. تبقى فورتي تو. برافو عليك. وهاخد الفورتي تو دي. اعمل لها ايه? اعمل لها ايه? ها? برافو عليك يا محمود. ازود عليها مش احنا كل مرة بنزود النمبر نفسه. يبقى تطلع كام? سكستي ثري. سكستي. بص الطريقة دي بتخليك تجيب حاجات مش موجودة في التابل انت مش حافظها. محدش في ناو هو قاعد. حافظ الـ 21 times 3 equal 63. بس انا دلوقتي في امتها بسبب كلمة ايه? دابل بلاس اتسالف. نقولها تاني. اسمها ايه? يعني ايه دابل بلاس اتسالف. بنكرر الحاجة مرتبرافو عليك يا اروب. برافو عليك. بنكرر الحاجة مرتين ونزود عليها نفسه. نكرر الحاجة مرتين بسبب كلمة اتسالف معناها نفسه. يبقى زود عليها نفسه. فدلوقتي ايه الجملة اللي هتكتب هنا? هنقول ها? دابل بلاس اتسالف. دي الجملة المسؤولة عن حل ايه مسألة في تابل كام? مين يشرح لي الكلام اللي انا قلته كله من الاول? من اول تابل زيرو نحدي تابل زيرو تابل وان تابل Two table three هين يا فاطمة. تابل زيرو. eh نيجي مسألة بت traumية باي زيرو تابل كتب الزيرو. طب الكلام ده مع اي رقم? مع اي رقم. اه مع اي رقم. ده كده تابل زيرو. اللي بعده تابل وان. فور باي وان هنكتبها وان صح ولا غلط هي قالت فور باي وان ايكوال وان هي المفروض تبقى ايه فور باي وان ايكوال فور مش ايكوال وان اخو دي بالك احنا بنكتب الرقم نفسه مش بنكتب الوان طب تبقوا الى مين المسؤول عنه كلمة يعني ايه دبل طب تعالوا نلعب اللعبة بسرعة مع بعض دبل الفور دبل الفري دبل التن دبل الوان هندرد دبل الفيفتي دبل الفيفتي يبقى كده اي حاجة في تيبل 2 بعمل لها يعني بقى دابل بكررها مرتين طيب تيبل 3 اسمه ايه دابل بلاس اتسال يعني بقى دابل بلاس اتسال بنجيب الدابل ونزود نفس الرقم طيب تيبل 4 حد عارفه حد عارف اين كلمة ايوا اسمها ايه دابل بلاس دابل انت بتجيب الدابل كم مرة مرتين مش احنا قولنا يعني ايه باي فور يعني هكرر الحاجة كم مرة اربع مرات طب ما هو كل اتنين لوحدهم دول اسمهم ايه دابل يبقى دول دابل ودول دابل يبقى دابل بلاس دابل دابل بلاس دابل دابل توانت اهو طب لو انا قلت دلوقتي ايت باي four ركز دابل ال eight سيكستين زود عليها سكستين كمان 16 siis 16 بلاس فور هنعمل ايه? هجيب دابل لتوانتي وان. فورتي تو. ونعمل ايه في الفورتي تو? نزودها على نفسها كمان عشان تبقى دابل بلاس دابل يبقى ايتي فور بقيت كم? ايتي فور. يبقى الاجابة هنا ايتي فور. يبقى بلاس دابل. اه. صح? ماشي. بقى اسهل حاجة. ليه? صح براه. بنجيب نص التن. مش فاهم يعني ايه? دي طريقة من الطرق. لو انا قلتلك اي حاجة في حط جنبها زيرو وهتنصها. مش فاهم اي حاجة. يعني ايه? لو قلت دلوقتي. هتبقى ليه? انا قلتلك حط جنب زيرو. اه. تبقى كم? هتنص السكستي. الطريقة دي مسترف لكل المسائل اه لكل المسائل. اي حاجة بتبقى كده. وفيه طريقة تانية اسمها كاونت باي فايف. اسمها ايه? كاونت باي فايف. طبعا كاونت باي فايف من الحاجات السهلة. لو انت عايز تعد كده بالفايف كل مرة. هو مين فاهم يعني ايه? فايف باي سيكس. يعني الفايف اكتررت ست مرات. طب تعالوا نكرر الفايف ست مرات. طلع على صواب عكده ستة. طلع ستة. تعال انا عد بالفايف. اه? فايف. تاني. 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 ثانية يا فاطمة. لو انا قلت بالوقتي. فايف تايمز اه ايت. هو يعني ايه? فايف تايمز ايت. قرر الفايف ثمان مرات. طلع على ايدك ايت. طلع على ايدك ايت وتعال هنعد يلا مع بعض. ها? فايف. تاني. سفتين. فورتي. يبقى اسمها يعني دابل اد الحاجة مرتين. تابل تري معناها دابل بلاس نفس الرقم. تابل فور معناها دابل بلاس دابل. تابل فايف معناها او ممكن زي ما احنا قلنا حط زيرو وهات. نصح. نصح. حط زيرو وهات نصح. طيب كلام جميل او. كده حضرتك عرفت الارقام من اول زيرو لحد كام? فايل. وخد بالك احنا لسه هنكملها المرة اللي جاية هناخد بقى تابل سيكس سبن ايت ناين وتن وايليفن اه 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 اللي بيخليني احل بيه المسائل او بتساعدني ازاي? بس عنوان الكلام اللي احنا قلناه اصلا كان اسمه ايه اند ايه? ملتبليكيشن. ده كور اللي ده الملتبليكيشن. اند. يعني ايه بقى ديفايد? كلمة ديفايد. تأسيم. برافو عليك يا لها عمر. ممتاز. ديفايد يعني تأسيم. لو انا دلوقتي معي مثلا عشرين جنيه. خلاص? وقررت ان انا ادي اشتر اربعة فيكم. اختار اشتر اربعة في الحصة. وادي الفلوس اللي عشرين جنيه ليهم بالتساوي. اوزة. كل واحدة هياخد كامل. اللي انتو عملتوه بدماغه ده اسمه ديفايد. اسمه ايه? انت بتعمل ايه? بتوزع الفلوس اللي معاك بالتساوي. او هتوزع بغير التساوي. لان التوزيع بغير التساوي ده حاجة تانية خالص. مش هناخدها دلوقتي لسه بقى ان شاء الله بإذن الله لما نطلع سنة ستة. لكن دلوقتي احنا بناخد الديفايد ايكوالي يعني ايكوالي? يعني ايكوالي? يعني ايكوالي? ايكوالي يعني بتتساوي. خلاص كده? فالديفايد معناه ان انت بتعمل الحاجة باي بس بشكله. مش فاهم انت قصدك ايه? هقول لك دلوقتي. تعال لا. هو قصده ايه? السمة. لا. انا معي تمانية. تمان حاجات. اي تمان حاجات. تمانية جنيه. تمان تفاحات. خلاص? عايزة السمهم على كم شخص? اربع. اربع اشخاص. كل شخص نصيبه هيبقى كام? طب ممكن اقول لك على طريقة تانية. ممكن اقول على طريقة تانية. نفهمها طريقة تانية شوية. ايه رأيك? لو انا قلت لك انك معك كم? ايت. بس انا عايزة اسمهم اربعات. مش فاهم يعني ايه? لو انا معي ايت كيكس. ثمان كيكات. وعايزة احطوهم على اربع. يعني احط على ترابيزات. بحيس ان كل ترابيزة يبقى عليها اربعة. هحتاج كم ترابيزة? ترابيزتي. الايت اللي معي. هتروح بالزبط. هتروح تحط اربعة على الترابيزة الاولى. وتروح حط الاربعة التانية على الترابيزة التانية. خليهم معك. خليهم معك. يبقى هتعمل ايه? انت قدامك طريقة من الاتنين. الطريقة الاولى انك تفهم المسألة ان انا معي ايت وعايز اوزعهم على فول. فنصيب كل واحد هيبقى كام? دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية ان انا معي ايت. وعايز اقسمهم اربعات. فهتقسم الايت كام اربعة? كام فور جنب بعض? فور وفور يبقى كام فور? ده معنى كلمة الديفايد. طيب. الديفايد عكس عملية الملتيبلاي. ما هو ده تقسيم? والتاني كان تكرار. تعال نقرأ الجملة بالشقلوب كده. بصوا كده. ايه ده? هو ده معنى يا مستر ان انا لو مش عارف احل مسألة الديفايد او متلغبط فيها شوية. ممكن اعملها باي? اه. ممكن اعملها باي. بس تقرأها بالايه? بالشقلوب. من اليمين للشمال. بصوا كده انا مين يفهمني دي معناها ايه? يعني ايه تان ديفايد فايد? يعني قسم العشرة. معاك عشرة حاجات. عايز اقسمهم على خمسة قاعدين. نصيب كل واحد هيبقى كان. طيب تعال نقرأها بالشقلوب? ها? طو باي فايف ايقوال تن. فعلا. طو باي فايف ايقوال تن. هو يعني ايه طو باي فايف? نستخدم كلمة ايه? دابل. دابل الفايف كام? تن. طب بصوا للسؤال اللي جاي. انا مش عايز احلها ديفايد. انا عايز احلها باي. انا اللي عمله باي فور يديني تولف. بس خلاص ده انا كده الموضوع بقى سهل قوي. لو انا مش عارف احل مسألة ديفايد احلها باي. لو انا مش عارف اقسم بدماغي. وهنا المفروض ان انا امسك التولف. يبقى معايا تولف. احط التولف كده في دماغي. واقسمهم على فور. كل واحد نصيبه هيبقى كام? اقولها تاني? طب ما نقول يا مستر مش فاهمين عشان اعيدها. لما نلاقي نفسنا مش مش فاهمين حاجة نقول للمستر يقيدها تاني. ممكن? ولا نوع تساكتين وما نفهمش? نوع تساكتين وما تردوش حتى. ما ترد ديات انتو هي. اللي مش فاهم يقول لي يا مستر مش فاهم. تفقنا? وانا مش هعده ما تقلقوش. مش هعده حد. خلاص? ايلا عمر ممكن اعضك عادي عمر. بصوا كده. انا معايا اهم. خلاص? انا عايز اعملهم ايه? يعني ايه? نقسمهم على كام? اه تخيلوا كده ان انا معايا اربع ترابيزاتهم. خلاص? احنا قلنا احنا بنعمل 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 يعني بالتساوي. طيب تعالوا نوزع يلا كل دول على الاربع ترابيزات. بس بشرطي بقى بالتساوي. حناخد. بصوا كده بس. حناخد ده نحطه هنا. وده نحطه هنا. وده نحطه هنا. وده نحطه هنا. وده نحطه هنا. خلاصوا. لا. ايوا كل ترابيزات من الترابيزات هيبقى فيهم كام؟ عشان كده الإجابة بقت دي طريقة الطريقة الثانية بقى الأسرع لو أنا حافظ التابل هقول مين النمبر اللي عمله باي فور يبديه 12 هو الفري أنا حافظ ان في التابل 3 باي فور ايكوال كام 1 طيب فيه أسماء بقى ودي آخر حاجة هنقول عليها الأسماء دي هي الأماكن بتاعة النمبر خدناها طبعا خدناها في سنة تالتة المكان ده اسمه ديفداند اسمه ايه ديفداند 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 المكان ده اسمه المكان ده اسمه قوله ورايا مش معايا قوله ورايا مش معايا هنقولهم تاني من الاول عايز اسمعكو بس لوحدكو لا انا مقولتش اسمه الدفائزار 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 هو الحاجه اللي انت بتقسمها الدفائزار هو عدد التقسيمات انت هتقسمها كم قطعة هنا مثلا احنا نقسمهم على 4 هو الناتج بتاع المسألة خلاص كده فانا لما اجسأل هنا في المسألة دي ذا مين يقول? لأ انا بسأل في المسألة دي. مين هو? الفايف برافو عليك. جدع يا نور. نور خد ببلها ان انا بسأل على مين بس? الديفايزر. مين الديفايزر هنا? الفايف. طب والتو دي اسمها ايه? والتن. طب في المسألة دي? لو انا سألت حضرتك على احنا بنسأل على ايه? الكوشنت ده اللي بعد علامة الايكوال. بعد علامة الايكوال. يبقى احنا خلفنا بلنا في الصفحة ان احنا عرفنا اماكن الحاجات. عرفنا يعني كلمة اصلا يعني تقسيم. وعرفنا ان الديفايزر عكس علامة الملتبلاي اللي هي الريبيتد اديشن. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة